محامي الشيطان هذا لقب شخصية المحاور ENTP وطبعا ما اطلقوا لقب محامي الشيطان على هاي الشخصية من فراغ هم اطلقوا عليها هذا اللقب لانه هاي الشخصية بتعشق انها تفوت بجدلات ونقاشات مع الاشخاص الاخرين وتبين انهم على خطأ ومن الممكن انه شخصية المحاور تفوت بجدلات اصلا ما عندها علم فيها يعني ممكن ان تشوف اشخاص معينة قاعدة بتتناقش مع بعضها البعض فهي بتختار طرف معين عشان توقف معه وتبلش تجادل بالطرف الاخر وتدافع عن الافكار اللي هي اصلا ما بتعرفها يعني تخيلوا لوين انه هاي الشخصية بتفوت بتفاصيل معينة ما عندها علم فيها وبتقعد تدافع عن اشياء ما عندها علم فيها عشان هيك سموها محامي الشيطان وبالعاد الناس بتفوت بجدلات معينة عشان تجمع معلومات عشان تشوف شو وجهة نظر الطرف الاخر لكن بالنسبة لشخصية المحاور فهي بتفوت بجدلات بس عشان تتسلة وغير هيك شخصية الـ ENTP بتستمتع بشكل كثير كبير بانها تلعب دور الضحية او لعب دور الشخص المأكول حقه والشخص المظلوم دائما وكمان بتستمتع بنقد افكار الاشخاص الاخرين وانتقادها يعني مثلا شخص قاعد بيحكي عن معلومة صحيحة من الممكن يطلع شخصية المحاور ويقعد ينتقد فيه او يشككوا بصحة المعلومات اللي عنده بهدف التسليم لكن الاشي الحلو بهاي الشخصية انه عندها ذكاء عاطفي بشكل عالي جدا بحيث ممكن تعرف شو الاشياء اللي بفكر فيها الطرف الاخر او المشاعر اللي ممكن هو قاعد بيمر فيها على سبيل المثال اجا شخص وتواصل مع شخصية المحاور وبلش يتكلم معه بطريقة نوعا ما غريبة فهو رح يعرف شو المغزى من التكلم معه او شو الافكار اللي قاعد بيفكر فيها الطرف الاخر بناءا على لغة جسده على نبرة صوته على الكلام اللي قاعد بيطلع منه وترتيب كمان الكلام وطبعا هذا الاشي يعتبر من الذكاء العاطفي وحكيت عنه في فيديو المتعاطف المظلم اللي ما حضره بيحضره لانه جدا رائع وفي معلومات جدا كبيرة وحاليا خلينا نفوت بنقاط قوة شخصية المحاور اول نقطة قوة واللي هي انه هاي الشخصية واسعة المعرفة مش حكيت لكم انه هاي الشخصية بتحب تفوت بجدلات معينة لكن هي ما بتفوت من فرار بالعكسي بيكون عندها معلومات بشكل كبير عن الاشياء اللي بطم طرحها واذا ما كان عندها معلومات ولا اي فكرة عن الاشياء اللي بتناقشوا فيها الاشخاص فهي بتحب تفوت بهاي الجدلات والدافع ممكن عن الاشياء الخاطئة لكن بنفس الوقت هي عارفة شو هو الصح وشو هو الغلط واذا كانت بتدافع عن اشي غلط فهي بتدافع بس عشان تتسلى عشان تفوز في هذا الجدال وتبين انه الطرف الاخر على خطأ ثاني نقطة انه هاي الشخصية سريعة التفكير يعني هاي الشخصية لما تفوت معها بجدال رح تلاقيها بتنتقل من معلومة لمعلومة اخرى بشكل سريع وراح تلاقيها انه جابت مواضيع حتى من خارج الصندوق او ربطة مواضيع ما الها علاقة بالموضوع اللي قاعد بينطرح وطبعا هذا الاشي جدا جميل انك تربط اشياء واحداث معينة عشان تبين الفكرة اللي قاعد انت بتحكيها او عشان تبين حقيقة الافكار اللي قاعد انت بتطرحها ثالث نقطة قوة انه هاي الشخصية بتفكر من خارج الصندوق ودائما بتجيب افكار جديدة طبعا هاي الشخصية بتكره بشكل كبير الاشياء التقليدية او الروتين الممل او الاشياء العملية هي بتحب تشتغل على طريقتها الخاصة النقطة الرابعة بتستخدم العصف الذهني بشكل كثير ممتاز بما انه شخصية المحاور الـ ENTP شخصية عندها ذكاء عاطفة بشكل كبير فهي بتقدر تستخدم العصف الذهني بحيث اذا فاتت بمشكلة هي او المجموعة اللي بتتكلم معها او اللي بتشتغل معها فهي راح تستخدم العصف الذهني مع الاشخاص الاخرين بحيث يطلعوا الحلول والاشياء اللي راح تفيدهم في العمل اللي قاعدين بيشتغلوا فيه النقطة الخامسة انه هاي الشخصية كاريزماتية يعني هاي الشخصية بتمتلك كاريزمة جدا رائعة بترتب كلامها بشكل جيد مظهرها مثلا مرتب متألق امام الاخرين وغير هيك بتتميز بالذكاء العالي والنقطة السادسة اللي بعتبرها كثير حلوة بشخصية الـ ENTP انه هاي الشخصية نشيطة جدا مستحيل انك تلاقيها قاعدة وما بتشتغل شغلية او من المستحيل اللي تلاقيها انه منطوية مع نفسها بالعكس راح تلاقيها دائما بتفوت مع هذول اشخاص بتتكلم معهم بعدين بتروح تنتقل بتحكي مع اشخاص اخرين لانه شخصية المحاور بشكل عام هي شخصية اجتماعية وعندها ميزات الشخصيات الاجتماعية اللي بتمكنها من التواصل مع الاخرين بشكل تلقائي ومن دون اي مخاور حاليا خلينا ننتقل لنقاط ضعف شخصية المحاور اول نقطة ضعف انه هاي الشخصية جدالية بشكل كبير يعني مثل ما حكيت لكم بتفوت بجدالات مائلها نهاية وهاي الجدالات ممكن توصل لمرحلة حاد جدا ومن الممكن شخصية الـ ENTP تكون غير مرغوب فيها في بعض المجموعات لانه دائما بيبين انه هو الشخص اللي بيفهم بكل اشي وبيجيب مثلا اشياء ومعلومات من عنده عشان يثبت خطأ الاشخاص الاخرين ثاني نقطة ضعف انه هاي الشخصية غير حساسة وهذا الاشي منلاحظه لانه هاي الشخصية دائما بتحاول تثبت انه الاشخاص الاخرين على خطأ بشكل دائم وهذا الاشي راح يأذي الاشخاص الاخرين لانه من الممكن انه بالفعل هم جاعدين بيتكلموا اشياء صحيحة واشياء واثقين منها وحتى لو ما بيتكلموا اشي صحيح طريقة تكلم شخصية المحاور معهم واثبات انهم على خطأ بتكون مستفزة النقطة الثالثة انه هاي الشخصية عندها صعوبة كثير كبيرة بالتركيز مثل ما حكتلكم في نقاط القوة انه هاي الشخصية بتنتقل من فكرة لفكرة اخرى بشكل سريع وهذا الاشي حلو لكن هو سلاح ذو حدين لانه انت مش قاعد بتركز على الفكرة الموجودة بشكل حالي انت قاعد تتنقل من فكرة لفكرة اخرى بشكل سريع وهذا الاشي غير مناسب لبعض الحالات او لبعض النقاشات اللي ممكن تدور بين الاشخاص واخر نقطة ضعف لشخصية الـ ENTP انه هاي الشخصية بتكره الامور العملية وبتكره كمان الروتين فهي ما رح تلاقيها مناسبة لانها تقوم بالاعمال الروتينية مثل انها تقعد على المكتب وتشتغل العمل نفسه لمدة ايام وسنوات كثير طويلة لانه هي من الشخصيات اللي بتمل بسرعة وبتحب تتنقل من مكان لمكان بشكل سريع وبتحب كمان تطلع على الامور الحديثة وصلنا حاليا لفقرة الشخصيات المشهورة اللي بتمتلك شخصية محامي الشيطان شخصية المحاور اول شخصية واللي هي الجوكر ثاني شخصية الكابتن جاك سبارو ثالث شخصية توم هانكس ورابع شخصية سارا سيلفرمان طبعا فيه شخصيات اكثر ممكن انه انت تبحث عنه عن طريق الجوجل وما الى اخرين واذا انت حاب تعرف النمط الانطوائي من هاي الشخصية اللي هو نمط الـ INTP فانا رح حطلكم اياه في شاشة النهاية اذا حبيتوا احضروا واعطوني رأيكم تحت في التعليقات وسلام